طيب خماس الأهلي جاهز لقيادة منتخب سيدات اليد بوديت أنجولا فيه وديع في أنجولا لمنتخب مصر تم اختيار خمس لعبات عشان يكونوا مع منتخب مصر في وديت أنجولا مهمة جدا يا جماعة اتحاد كورت اليد ده بأمانة يعني بيعملوا حاجة لو كل اتحاد يعني يفكر زي ما هم بيفكروا هتبقى الدنيا سهل قوي الموضوع مش كمية هو بينفسك مين في أفريقيا؟ أنجولا لازم أروح أنا لأنجولا مش أتدرى منها يعني أنا أنجولا بتنفسني أروح بقى وأقعد سنتين ما شوفهاش وبعد سنتين أروح أقبلها في أفريقيا تروح طخ طبعا مدياني مثلا فرق خمسة ستة لا أنا أروح لهم في أنجولا ولعبهم ولعبهم أشوفهم فين في أوروبا أمشي وراهم بلعبهم مع أسكة في البرتغال أنا وراهم في السويدة أنا وراهم لازم أشوفوا الفرق دي وألعب بساطها عشر خمستاشر ماتش رغط أفريقيا اللي جاي عشان أتجرق عليها فالنهاردة فيه ودية لمنتخب مصر هيلعب بها هيلعب فيها في أنجولا تم اختيار خمس لعبات الجاز الفني المنتخب من الوطن الأول لسيدات كرة اليد بمدير الفني رامي عبداللطيف هو نفس المدير الفني اللي قادر المنتخب في بتويت أفريقيا اللي فات اختار خمس لعبات من الأعلى عشان يكونوا موجودين في قامة المنتخب اللي هتستعد عشان تشارك ماتشين ودين مع منتخب أنجولا الخمس لعبات هما أمينة عاطف ليلة هيثم رانا راضي أمينة شام إسراء الحرير وتصور لو نصرة عيد عبد الملك يعني مش مصابكة تتبقى السادس المنتخب هي لعب ماتشين مع منتخب أنجولا وهيكونوا يوم التلاتة اللي جاي الموافق 28 فبراير اللي احنا فيه ويوم السبت اللي جاي والموافق 4 مارس اللي احنا فيه 28 ومعسكر 28 تتمرد لك 4-5 ايام تلعب ماتش تاني 4 مارس فرقيتنا بتتصدر الترتيب العام للدور العمومي بعد مرور ده على مستوى النادي الأهلي بقى بتتصدر الترتيب بعد مرور 8 جوالات من الدور برصيد 23 نقطة بعد الفوز في كل الماتشات اللي فاتت وكان قدام التهران رايح جاي المعادي زمالك الشمس سبورتينج زيرة والتعادل مع سموحة إذن يبدو أن اللجنة المؤقتة التي تقود التحقق والتاليد مصممة إن منتخب السيدات ياخد نفس الرعاية بتاعت الرجال عشان في وقت من الأوات يلاقي منتخب السيدات بطل أفريقيا يعني الموضوع مش كمية طب إحنا منتخب السلة بتاعنا الحمد لله رب والخبر جاي اتأهل لك أس العالم اشتغل على كده اشتغل بقى روح أوروبا عمل لك مع أسكرين ثلاثة وأنا توقع أن روي رانا الحقيقة هيفكر كده ترجمة نانسي قنقر